اهلا و سلام بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين كريم وحمد سابوني ومشيو يعني راح وقف هناك راح وقف هناك اتكلموا اكتر طبعا عن هذه المباراة الهمة من ناحية نادي بيرامدز كيف يلعب نادي بيرامدز او كيف سيلعب نادي بيرامدز مع تاكيز جونياس غدا ان شاء الله امام النادي الاهلي افضل لدكتور اول حاجة طبعا معنا يعني هنفكر كده تاكيز جونياس في اليومين دول اكيد هو جاي عايز يطبق فكره في اليومين دول وحيقض معنا على المحالة الاداية بتاعه حيشوف هيقول طب ايه الاخطاء اللي بيرامدز وقع فيها ازاي نقدر نعالجها طب نحاول نطبق بس برضو في نفس الوقت اكيد مش هيحاول يلعب في التشكيل قوي عشان التغييرات الكتير هتأثر على الفرقة ايو فاول حاجة هو هنتكلم على اسلوب بناء الهجمة عند تاكيز جونياس البلد قب فرمزة باك ازاي بيبني الهجمة من الخلف ايو تمام طبعا احنا عندنا تلت الملعب اللي هو الدفاعي اللي هو التلاتين يارضة اللي هي الدفاعيين اللي اربعين يارضة الورا بعد كده عشرين يارضة من هنا وعشرين يارضة من هنا ده الميدل سيرد اللي هو الوسط بعد كده الوفنسيف سيرد اللي هو التلت الهجومي تمام اول حاجة احنا قدامنا الصورة على الشاشة بقى بتوضح ازاي بناء الهجمة اول حاجة في حراسة المرمى رقم واحد طب رقم واحد ده واقف ازاي واقف في يعني ايه يعني واقف في نص المرمى ليه واقف في نص المرمى لانه ماينفعش يروح في ضربة المرمى ماينفعش يروح يمين او شمال لان اللعيبة وهي لما لما تبقى ضغط عليك هتعرف ان هو هيبني الهجمة منين فلازم الحارس في عملية بناء الهجمة من الخلف عند فريق بيراميدز هيبقى واقف في نص المرمى لاثنين المساكين اللي هم رقم اربعة ورقم خمسة بيبقوا واقفين في الكورنر بتاع البوكس يعني في اخر طرف البوكس ليه؟ عشان دايما تعمل الطريقة تعمل وتعمل عمك وتعمل امتداد للملعب بيق العرض الظاهرين بيبقوا واقفين اتنين وتلاتة هم قدامنا على الصورة هي الطريقة اربعة تلاتة تلاتة او اربعة واحد اربعة واحد طريقة تكيش جنياس المفضلة ليه؟ عشان دايما رقم ستة ده اهم واحد هو اللي بينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين اللي هو كان محمد عبد العاطف ودي دجلة كان بينزل يسقط ما بين الاثنين المساكين عشان يعملوا عملية بناء الهجمة من الخلف ورقم تمانية ورقم عشرة والاثنين الجناحين برضو اللي هو سبعة وإحدى عشرة شايفين هم في اخر الخط ازاي عشان يوسعوا الملعب بالعرض والقدام اللي هو رقم تسعة طب لو عملنا تشكيل تخيلي على الفكرة دي اللي فريق بيرامدز بكرة مثلا في حصة المرمة يا شريف اكرامي يا الشناوي ممكن شريف اكرامي بحيث ان هو بيلعب بالارض احسن لكن الشناوي كامكانيات وكسرعة رد فعل اعلى من شريف اكرامي ولكن شريف اكرامي كرته على الارض احلى فممكن الرجل يفضله الاثنين المساكين احمد سامي واحمد ايمان منصور ليه عشان هو عايز اتنين كرتهم حلوين من تحت فغالبا هيبدأ بكده الباكي رايت مش هيغير اكيد هو مش عامل تجارات كتير عشان ما يحصلش لغبطة احمد فاتحي الباكليفت محمد حمدي هنا هيبقى دونجة هو الاعلى في دقة التمريرات وهو اللي بينزل يسقط لتحت عشان يعمل عملية بناء الهجمة ما بين الاثنين المساكين عندك رقم تمانية ورقم عشرة رقم عشرة ده اللي هو عبدالله السعيد ورقم تمانية غالبا يا عمر جابر يا ايريك تراوري على حسب هو هيلعب بايه يعني لكن هي اربعة تلاتة تلاتة الاطراف رمضان صبحي ابراهيم عادل او ممكن يدخل ايريك تراوري كمهاجم او يبدأ بمحمود وادي وبرضه في مفاجأة في القايمة دخول احمد الشيخ معنى ان هو دخل احمد الشيخ ان هو ممكن لو بدأ هيبقى مكان اللي هو رقم سبعة في الصورة فالطريقة دي بتوضح عملية البلد أب من الخلف لو كمينا الصورة اللي بعدها برضو هنشوف دي لما الكورة الحارس بيبني الهاجمة هو من هنا هنلاقي رقم ستة ساقط اللي هو مين اللي هو دمجة رقم ستة ده لما بينزل يسقط لتحت بينزل اهو الكورة تبقى معاه طيب لما الكورة راحت للمساك اليمين احنا دلوقتي لو عاملين ضغط عالي الفرقة دي لو النادي الاهلي عامل بكرة ضغط عالي على مثلا محمد نفطرت اي مهاجم محمد شريف ضغط على المساك بتاع بيراميز فالمساك ده بيبقى قدامه كذا حل يا إما حيبازي للجون يا إما حيبازي الهنا يا إما حيدي تمرير رزكي في ظهر الباك اليمين بتاعنا يا إما يدي للجون والجون يبازي كده فبالتالي انت عملية الضغط العالي هو ليه بيلعب بالطريقة دي أو ليه ده فكره هو عايز يستحوز ليه عايز يستحوز عشان يقلل كل ما بتستحوز على الكرة ده فكره حتى هو قالها في تصريحات إعلامية قبل كده كل ما بيستحوز على الكرة كل ما بيقلل الهجوم اللي علي ولكن الطريقة دي فيها مشكلة طبعا أولا أن انت بس لأن الكرة هنا لما بتبازي هو عايز يسحبك انت لو عملت ضغط عالي النادي الاهلي هيبقى بيلعب بدفاع عالي النادي الاهلي وبالتالي هيبقى فيه في ضهرنا مساحات هو عايز يخليك تضغط عليه عشان يبقى فيه في ضهرك مساحات ففيه فرق كتير لما قابلته وقفت في منطقتها في منطقتها ولعب الدفاع منطقة أو دفاع يعني ضغط في وسط الملعب بس ما عملتش ضغط عالي يبقى الطريقة دي هتتضرب بسهولة لو عملنا كده يعني لكن لو عملت ضغط عالي مهم جدا ان انت الكورة متعدش وسط الملعب ليه؟ لانه لو ضربك هيدربك بضهرك زي ما احنا شايفين كده فالطريقة هنا عملية البلد قاب من الخلف ده اسلوب تكيس ده هيحاول بكرة اكيد يطبقوا اكيد هيشرح لهم في المحاضرة معالي عيبة خبرات اكيد هيقول لهم المحاضرة وهيحاول على قد ما يقدر طريقة زي دي محتاجة وقت عشان تتخفز محتاجة وقت كبير جدا ان انت ازاي بتبني الهجمة من الخلف ولكن في نقطة مهمة جدا جدا في عملية بناء الهجمة وهو دونجا دونجا اهم واحد هو عملية الربط اسهل حاجة في الطريقة دي ان اللعيب ده لو اضغط عليه بتفقد 70% من خطورة الفرقة دي اللي هو كان مين؟ كان محمد عبدالعاطي في ودي دجلة اللي هو بينزل يستلم فكان مشكلة ودي دجلة في محمد عبدالعاطي انه هو بدنيا مش قوي حتة الالتحامات الهوية فيه مش قوي الكرات العالية مش قوي ولكن هو كرته حلوة فهو مختار عشان كرته حلوة ففي نفس الوقت هو بياخد ميزة بناء الهجمة ولكن عنده مشكلة في العمك الدفاعي بسبب ان كان محمد عبدالعاطي في الحتة دي لما تضغط عليه حتسهل ان انت تسبب مشاكل لتكيس مع ودي دجلة فبكرة لو بدأ بدونجا في الحتة دي دونجا اقوى طبعا بدنيا ولكن مهم جدا 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 عملية الضغط على دونجا بكرة في وسط المهم حاجة لازم تفصل دونجا عن الفرقة حتسبب مشاكل كبير جدا او اللي بيلعب في المكان ده او اللي بيلعب في المكان بس غالبا نسبة كبيرة هيبقى دونجا لان دونجا اعلى دك التمريرات في فريق بيرامدز بالارقام هو دونجا السنة دي